هناك من الفرق الضالة والمنحرفة سوى من التشيع أو من المذاهب المبتدع وهناك من أهل التشيع من انحرف وضل من أهل العرفان والبترية والفرق الأخرى كالزيدية وغير ذلك كذلك أنه المذاهب الأخرى المبتدعة كالحنفي والحنبل والشافع والمالك وغير ذلك كل هؤلاء شذوا عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله لما شذوا عنه ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله بمعرفة أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يعرف أهل بيته لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عرف أهل البيت عرف رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم لا يتكلمون ولا يتحدثون ولا يبيون ولا يوضحون إلا بإسم رسول الله صلى الله عليه وآله فهم عبيد لمحمد صلى الله عليه وآله كما ورد عن لسان علي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أنا عبد من عبيد محمد ومعنى هنا العبودية أي الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله معرفة آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام هي معرفة الرسول صلى الله عليه وآله التي هي الامتداد الحقيقي لرسالة المحمدية والطريق الواصل إلى الله جل وعلا وبهم يعرف الحق والباطل فإذن ميزان الأعمال ميزان الحق والباطل هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام بهم يعرف الحق وبهم يعرف الباطل هم الفرقان الذين يفرقون بين الحق والباطل اليوم أردنا أن نعرف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن إلى أين نذهب وإلى من نلجأ إذا نريد أن نعرف تلك الشخصية العظيمة مثل شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله نذهب إلى القرآن كتاب الله جل وعلا ونذهب إلى أقوال آل محمد عليهم وآله لأن أهل البيت هم أولى بمعرفة ما في هذا البيت فهم صلاة الله وسلامه عليهم هم أولى الناس بمعرفة رسوله صلى الله عليه وآله ومن أراد أن يعرف محمد صلى الله عليه وآله فليأتي إلى نفس محمد علي عليه أفضل صلاةه والسلام هنا في نهج البلاغة هذه الحلقة لا تكفي لمعرفة رسوله صلى الله عليه وآله المعرفة الإجمالية البسيطة للمعرفة الحقيقية لأن المعرفة الحقيقية لا يعلمه إلا الله وآله محمد عليه وآله فهنا المعرفة الإجمالية سنتكلم بها معرفة رسوله صلى الله عليه وآله هذه المعرفة الإجمالية التي عرفنا إياها علي عليه أفضل الصلاة والسلام في كتابه نهج البلاغة أي ما ورد في مأثورات خطبه التي جمعها الشريف الرضي هذه الخطب جمعها الشريف الرضي على مدة أعوام وأعوام وأعوام سهر فيها وتعب عليها حتى جمعها وكانت هذه هي من بركات الإمام صلى الله عليه وسلم أن وفق لجمع هذه الخطب العظيمة لعليه صلى الله عليه وسلم فالذي يريد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي من خلال نفس رسول الله من خلال بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فاليوم نرى ما قاله علي عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة هناك مختطفات سنوردها لأنه الخوض فيها والحديث فيها يأخذ حلقات وحلقات هنا يذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد انصرافه من حرب صفين يذكر في قوله أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته إلى أن يأتي إلى ذكر رسول صلى الله عليه وآله ويقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها ومعنى هنا مصاصها أي خالصه أي ما يصفى منه نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور ومعنى هنا العلم المأثور أي المنقول عنه والكتاب المستور والنور الصاطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات إذن رسوله صلى الله عليه وآله ما وجد لهذه الدنيا لمعاني كثيرة منها إزاحة الشبهات كانت قبل عهد رسول الله شبهات وإلحاد وكفر وشرك ولكنه بمقدمه الطاهر أنار هذا الكون بنوره وأزاحة الشبهات واحتجاجا بالبينات هو كان دائما يظهر الحجج البينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات ومعنى المثلات العقوبات والناس في فتن في فتن إن جذم فيها حبل الدين ومعنى إن جذم أي إن قطع إذن إن قطع حبل الدين لو لا وجود رسوله صلى الله عليه وآله وبعد رسوله صلى الله عليه وآله لا ينقطع حبل الدين إذا أنه تمسك بحبل الله الممدود عبلو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وتزعزعت سواري اليقين واختلف النجر ومعنى النجر أي الأصول فكل يرجع إلى أصله يظن أنه مرجع حق وما هو من الحق في شيء وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر فالهدى خامل والعمى شامل عصي الرحمن ونصر الشيطان الآن هذا في عهد رسوله صلى الله عليه وآله أنه عصي الرحمن ونصر الشيطان في عهد رسول الله أزاح هذه الشبهات وأتاهم بالبينات ولم يجعل معصية للرحمن إلا وبيّنها الله جل وعلا في كتابه العزيز عن طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله فارتفعت تلك الشبهة لكنه بعد رحيل رسوله صلى الله عليه وآله وبعد انقسام الناس إلى فرق شتى والابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم أفضل ماذا حصل عاد الأسيان للرحمن والاتباع للشيطان والنصر للشيطان فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله بمعرفة أهل بيته عليهم السلام فهنا يقول علي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يقول وخذل الإيمان فانهارت دعائمه إذن من تزل قدمه عن رسول الله وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام خذل الإيمان عنده وانهارت دعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبوله وعفت شركه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه إذن هذه الأمة أطاعت الشيطان وسلكت مسالكه فشدت عن رسول الله وعن معرفته وعن الوصل به وعن مشايعته ومتابعته وردوا مناهله بهم سارت أعلامه وقام لواءه في فتن داستهم بأخفاقها بأخفافها ووطأتهم بأظلافها وقامت على سنابكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشري جيران معظم وصفة علي عليه أفضل السلام لهذه الأمة نومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم رأيتم أن أهل البيت عليه السلام يمنعون حتى من الحديث ويضيق عليهم ويسجنون وينفون فعالمهم ملجم وجاهلهم مكرم رأيتم الحكام من حكم أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ومن مضى على هذه السيرة السيئة وهنا يتكلم عن آل محمد عليه السلام يعني آل النبي عليه أفضل وصلاة والسلام قال هم موضع سره ولجأ أمره هم موضع السر موضع سر أهل البيت عليه وأفضل سوى حتى الأقرب لرسالة رسوله صلى الله عليه وآله هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه إذن معرفة رسوله صلى الله عليه وآله معرفة أهل بيته أهل بيته من هم أهل بيت رسول صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من درية الحسين زين العابدين عليه السلام والباقر عليه السلام والصادق والرضى عليهما السلام والصادق والكاظم والرضى عليهما السلام والجوادي والهادي عليهما السلام والحسن العسكر وحجة الله في أرض عليهما السلام هؤلاء هم أهل بيته وهم خاصته فهنا عليهم الطالب يصف أهل البيت عليهم السلام أنهم عيبة علمه وموألي حكمه حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام إنحناء ظهره وأذهب ارتعاذ فرائصه ومنها يعني قوما آخرين ويقصد بهم أصحابه الذين ضلوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وعن معرفته وعن منهجه عمثال الذين أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت أبو بكر وعمر قال زرعوا الفجور وسقوه الورور وحصدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ويا لله أنهم قاسوا بآل محمد حتى أنهم ساووا بين علي وبين أبي بكر وجعلوا علي في ستة في هذه أشور الملعونة علي بن بطالب يقاس بهؤلاء ولكن قاسوا بآل محمد لأنهم ظلموا آل محمد عليه وآل محمد ولا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هذه النعم تجري على هذه الأمة ببركاته أهل البيت عليه وآل محمد ولولاهم لساخة الأرض بأهلها هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيع الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله إذن هم أهل بيت رسول الله هم أهل الوصية هم أهل الوراثة هم عيبة علم رسول صلى الله عليه وآله فلذلك هذه الأمة إن أرادت الصلاحة والنجاح والفلاح والفوز في هذه الجنان عليهم بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله معرفة أهل بيت عليه وآله وقلنا أنها هي الامتداد الحقيقي لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الطريق الواصل إلى الله وبهم يعرف الحق من الباطل فإذا أردنا أن نعرف رسوله صلى الله عليه وآله علينا أن نعرف أهل بيته عليهم السلام كيف نعرف أهل بيته نعرفهم من خلال قول رسوله صلى الله عليه وآله عشرات الأحاديث والروايات فيهم قال رسوله صلى الله عليه وآله من الله عليه بمعرفة أهل بيته وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله أي أحد من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم قد جمع الله له الخير كله هذا قول رسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جمع الله الخير لأحد فعرفه بأهل بيتي عليهم أفضل الصلاة والسلام وقال سلمان المحمدي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فلما نظر إلي قال يا سلمان إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له إثنى عشر نقيبا قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما لمن عرف هؤلاء قال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو الله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن هذا في بحار أنوار جزء 35 صفحة 142 انظر إلى معرفتهم حق المعرفة أنه يواليهم ويبرأ من عدوهم فهذه الأمة قسم من ينتحلون التشييع يوالون أهل البيت عليهم السلام ولكن يضعفون عن البراء من عدوهم ولا يكفرون عدوهم بل يخطعونه وخطأه يغفر ويتسامح عنه وهذا هو من الظلم الكبير والجناية العظمى على آل محمد عليه السلام حيث أنهم عرفوهم من حيث هم يريدون لم يعرفوهم من حيث الله ورسوله صلى الله عليه وآله أراد فهنا يقول أي أحد عرفهم حق معرفتهم ماذا له يريد حيث نريد أينما يريد رسوله صلى الله عليه وآله في مكانه في الفردوسة الأعلى يريد معه وحيث يسكن رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته يسكن معه وهنا يقول نريد حيث يريد ويسكن حيث نسكن حديث للباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه الذي يعرف الله ويعبده لابد أن يعرف الله ويعرف إمامه منا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن لا يعرف الله عز وجل لا يعرف الإمام منا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هنا الذي يريد معرفة الله جل وعلا عليه أن يعرف أهل البيت عليه وسلم ويعرف إمامه والذي لا يعرف أهل البيت لا يعرف الله جل وعلا إذن هنا ترتبط المعرفة في محورين المحور الأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله عرف أهل البيت ولم يعرف أهل البيت لم يعرف رسول الله وكذلك في الله جل وعلا من عرف الله عرف أهل البيت ومن لم يعرف أهل البيت لم يعرف الله جل وعلا إذن معرفة أهل البيت عليهم السلام هي معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وآله هنا يقول ومن لا يعرف الإمام من أهل البيت فإن ما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا وهذا حديث عظيم يجب الفطنة والتركيز والالتفات له وإلا والله ضلالا في ضلال وهنا هذا في الكافي الجزء الأول الصفحة 181 هنا يقول الإمام الباقر عليه السلام الذي لا يعرف الإمام من أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله إذن الذي لا يعرف أهل البيت لا يعرف الله ولا يعرف رسول صلى الله وآله بل أعظم من ذلك لا يعرف الله ولا يعبد الله والله ضلالا وهذا هو ضلال في ضلال أيضا قال رسول صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية ويأخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام هذا في عيون أخبار الرضا لشيخ الصدوق الجزء الأول الصفحة 63 انظر الذي لا يعرف أهل البيت ولا يتبعهم ومعنى أنه يتبعهم لا أنه فقط يحب أهل البيت ويقول نحن نحب أهل البيت بل يتبعهم ويمضي على قولهم ويأخذ بأقوالهم وأفعالهم ويترك ما نهو عنه ويلتزم بما وصوا به وإلا لا فائدة أنه تحب أهل البيت عليه وسلم ولا تتبعهم ولا تأخذ بأقوالهم إذن لست منهم ولا هم منك هنا يقول أنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ويأخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام هنا عليه حسابان حساب الأول ما كان في الجاهلية يحسب عليه وما في الإسلام يحسب عليه في الجاهلية فهنا خطر عظيم لماذا لأنه يموت بما عمل الجاهلية هو لم يعمل شيء في الجاهلية ولكن هنا في الإسلام ولكن إسلامه ناقص بلا معرفة الإمام فيأخذ بأهل الجاهلية وحساب أهل الجاهلية وإن كان في الإسلام انظر التفت إلى عظم ما تكون عاقبته أنه هو ولد على الإسلام وولد مسلما واتبع الإسلام ورجال الإسلام ولكنه إن شاء الله ولكنه لدقيقة واحدة وبعد ذلك أذان العشاعين ونعود إن شاء الله بعد الأذان هنا الملاحظة الملاحظة التي يجب أن نلتفت إليها ولد على الإسلام ومضى على الإسلام وعاش في الإسلام وذهب إلى إمام في الإسلام ولكن هذا إمام ضلال ليس إمام حق ليس إمام هدى فهنا لا يكون مسلما ويآخذ ويحاسب على الجاهلية في أيام من الجاهلية وهو لم يكن منهم لماذا؟ لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هنا حديث لرسول صلى الله عليه وآله يذكر فيه أنه من عمل بلا إمام مات ميتة جاهلية وإن كان في الإسلام فيحسب عليه ما كان في الجاهلية منه وقال صلى الله عليه وآله هنا عندنا أنه أنا وعلي والحسن والحسين والتسعة من ولدي الحسين عليه أفضل صلاتي والسلام مطهرون معصومون وهذه الأحاديث عن رسول صلى الله عليه وآله هي التي تثبت لنا أسمتهم وطهارتهم واتباعهم فعلى المؤمن الذي يريد أن يعمل بتعاليم رسول صلى الله عليه وآله وبأقوال رسول صلى الله عليه وآله عليه أن يكون يسمع له ويقتفي أثره وإلا ما فائدة أن رسول يوصي بأهل البيت بأهل البيت عليهم والسلام ويقول أنهم هم الخلفاء وهم الأئمة وهم المطهرون المعصومون والناس تذهب إلى غيرهم هنا ورد في قوله جل وعلا أن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير يقول هذه الآية تثبت أسمتهم وطهارتهم وقول رسوله يقول أنه أنا وعلي والحسن والحسين والتسعى المعصومين من ولدي الحسين مطهرون معصومون وأيضا عنه عن رسول صلى الله عليه وآله قال ألا إمة ألا إمة من بعد إثنى عشر عدد نقباء بني إسرائيل تسعى من صلب الحسين أعطاهم الله علمي وفهمي فالويل لمبغضيهم إذن الذي يريد أن يعلم ويعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله ليعرف أهل بيته حتى يتبكن من معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنا رسول الله وهو صادق والعمين يقول في عشرات الأحاديث يذكر أنه الآيات التي نزلت في أهل البيت عليه وآله السلام ويذكر الروايات فيهم وفي حقهم حتى قال أن ألا إمة من بعد إثنى عشر عدد نقباء بني إسرائيل تسعى من صلب الحسين أعطاهم الله علمي وفهمي إذن الله جل وعلا أعطى أهل البيت عليه وآله السلام علم رسول الله وفهم رسول الله وعلمه التام وفهمه الكامل إذن أهل البيت هم نفسه رسوله صلى الله عليه وآله فمن أراد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله عرف أهل بيته عليه وآله ومن لم يعرف أهل البيت لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يعرف الله جل وعلا فهنا يقول الويل لمبغضيهم هناك كثير من أبغض آل محمد عليه وآله السلام فالويل له من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله قال الإمام علي بن عبي طالب عليه السلام إنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون ولا يأمرون بمعصيته إذن هنا الله عز وجل أمر الناس بطاعة رسول لأنه معصوم مطهر ولا يأمر بمعصية الله جل وعلا وكذا أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر الله جل وعلا أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته فإذن كما أثبتت على العصمة لرسول صلى الله عليه وعليه أثبتت لأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم عدل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعليه كأني قد دعيت فأجبت وعني تاركم فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعطرتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيه هل خلفوه بما أمر ووصى؟ لا بل خلفوه بالأذى والقتل والتشريد والترويع لهم لم يخلفوا عطرة رسول الله كما وصى رسول الله صلى الله عليه وعليه بل خلفوهم بعكس ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وعليه ولذلك أنه أكد رسول الله صلى الله عليه وعليه وقال فانظروا كيف تخلفوني فيهم شذوا عن كتاب الله جل وعلا وحرفوه وكذلك شذوا عن أهل البيت عليه وسلم وقصوهم عن حقهم هم خزنة علم الله وتراجم وحيه هم أهل البيت هم خزان علم الله من الآن يستطيع أن يظهر لنا العلم كله الكل ناقص يحتاج إلى من يكمله ويتممه وكل درس عند أحد ما إلا أهل البيت عليه السلام فعلمهم لدني علمهم إلهي ولذلك رأيتم أنه الناس كلها تلوذ بهم إذا اشتبهت عليهم لاذو بعلي بن أبي طالب عليه السلام وبأهل البيت عليه السلام فلماذا أنه نذهب إلى المأموم ونترك الإمام فلذلك أنه ورد علي الباقر عليه السلام قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحيه وفي روايات أخرى أنهم ورثة علم الأنبياء عليهم السلام وعندهم علم الكتاب وقال علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله جل وعلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أنا هو الذي عنده علم الكتاب إذن علي بن أبي طالب هو الذي عنده علم الكتاب علم الكتاب لا أنه شيء من علم الكتاب بل كل الكتاب عند علي بن أبي طالب عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا وأهل بيتي صفة الله وخيرته من خلقه إذن هم الصفة وهم الخيرة من الخلق لماذا عدلوا عنهم لماذا تركوا أهل البيت عليهم السلام ولا ذو بعصمة غيرهم وهم أبواب الله جل وعلا وهم الطرق إلى الله والدليل إلى الله وورد عن رسوله صلى الله عليه وآله نحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون إذن بهم يهتدي المهتدون وهم باب الله فلماذا نطرق غير باب الله جل وعلا فلهذا أنه علينا أن نعرف أهل البيت عليهم السلام حتى نعرف الله ونعرف رسوله صلى الله عليه وآله لذلك أنا هذه الحلقة أردت أن أبين معرفة رسوله صلى الله عليه وآله من خلال معرفة رسوله صلى الله عليه وآله نفتح باب الاتصالات وأنا أكمل ما ورد في معرفة أهل البيت عليهم السلام فهنا قال إن أهل البيت هم أركان العالم وأمانه وهم أمان لأهل الأرض عن النبي صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون إذن بمجرد أن يزول آل محمد عليهم السلام تنزل عليهم الآيات والنقم والعذاب بما يوعدون لأنه حفظت هذه الأرض بأوتادها آل محمد عليهم السلام حتى ورد عن حجة الله المهدي أنه إذا غاب عن هذه الأرض ساخة الأرض بأهلها وماجة الأرض بأهلها ولكن بوجود حجة الله مهدي آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الأرض مأمونة من عذاب الله جل وعلا كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين إذن علي بن أبي طالب ليس فقط أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله بل سيد الوصيين سيدي كل أوصيائي الأنبياء والرسل وإن أوصيائي بعد إثنى عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم على اسم الخاص حجة الله في أرضه فإذن على هذه الأمة أن ترعى حرمة رسوله صلى الله عليه وآله وتعي معرفة رسوله صلى الله عليه وآله وتعود إلى أهل بيته عليهم السلام لأنهم هم حجج الله وأوصيائه وهم أمان الله وأوتاده في هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر